السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لا تنسى الالحاج قد تسأل الامور وش معكس علي اعرفتي وقاجيني حلي الدنيا كالدياق بيا الله اقبر دعي معي ومع اخوتي ومع الوليدين ديالي يا ربي يا ربي تاخوتي ايدك وشي اعرفتي عنا العكس فاش ممديني ايدنا في الخيذ ما في شي حاجة في شي حاجة كوش قيد دياق علي ما قد جبرت حاجة لا في الخيذ ما لاتحاجة الله الله يفرج عليكم يا رب مني يا ربي العالمين ادعى مع الوليد ديال نمرت شوية ومع الوليد دعوت هي مريضة الله يشفيها واعفية يا رب الله يشفيها واعفية يا رب والعنى العكس تفل خيذ ما في كل شي ممديني ديالي قلقى في العكس فاش ماكن لا اله الا الله يا ربي تخبرت يا رب تاخوة اللي يقول ما قد تسل لك شي فاش ممديني ديالي ما قد تسل لك تاخوة ان شاء الله ربي يفرج عليكم الهدى رسولة ربي يفرج عليكم اختي يا رب لا اله ايضا الله من تفزا وجه الهدى يقول يهدر شي واحد ما يبقى لا شي واحد قا يهدر ما قا يبقى يرجع لا حول ولا قوة إلا بالله لا اله ايضا الله والوالدة عنا امرضة شوية بالراس عود دعا معها يا ربي تشفيها يا رب والله لو الوالدة عمرت شوية انطلبوا منك الدعاء يا ربي استجززوا علي أنه مستمع منك مني نقول امين امين يا ربي امين شكرا لك سي رشيدة شكرا لك الله يطول عمرك وتحية كبيرة لكل اهله طنجة لا اله الا الله العكوسات والموانع ايها الاحباب الكرام هل هي حقيقية ام مهمية اي نعم بالتجربة وبالدراسة وبالفحص فان العكوسات والموانع حقيقية هناك اناس عندهم القبول وعندهم مفتيح الفرج واينما وضعوا ايديهم يربحون وبالمقابل هناك اناس يعملون بالجب ويعملون بالاخلاص ولكن عندهم عكوسات وعندهم موانع هذا شيء ملاحظ لا يحتاج الى الى ادلة ولا الى براهين ولا اثبتات كاللحظة ان هناك اناس ولد وفي ثمه ملعقة من ذهب وربنا عز وجل اكرمه بوسط عائلي كله خير عندهم مال عندهم مركز وعندهم دين وعندهم خلق وكل لمسكين ولد واكثر ما يحس في نفسي لما رأيت اطفال صغار ولدوا وراء القطبان كنا نزور احيانا بعض المراكز السجنية وخصوصا الجناح الذي فيه بعض النساء كالقوا اطفال صغار الرد وراء القطبان ولد وامه حابل به وهو في السجن وبقي هناك مدة الرضاع في السجن وهو لم يفعل اي شيء محروم من الحرية هذا هو كتسم القضاء والقدر وربنا يقسم الارزاق بين العباد لكن الله عز وجل اعطانا اشياء ممكن اننا نتجاوز بها هذه العكوسات وهذه الموانع وبالمقابل نحصل على الفتوحات كتسمى الفتوحات وكتسمى الاشراقات وكتسمى الامدادات وكتسمى الاعانات وكتسمى الاكرامات الى بغرب عز وجل يعطيك يعطيك سبحانه هذا شيء مشاهد ورأيناه كثيرا ماشي مرة ماشي عشرة ماشي مئة مرة الاف المرات ناس كانوا في حال وصاروا الى احسن حال وهذا الامر لا يتطلب من العبد انه عمل شاق ومضلي يتطلب اشياء بسيطة وسهلة لمن سهل الله عليه ماشي تكون اول شيء تكون بان الانسان يقطع صلته بالخلق اجمعين ويربط قلبه بالخالق وحده لا شرك له هذا اول مبدأ لا بد ان تقطع الصلة بالخلق يعني لا تطمع باين كان انه يعينك انه يساعدك لا تطرق بما احد ان يمد لك يد المساعدة لا تطمع في احد مسؤول في الدولة في القضاء في الحكومة في السلطة انه ينفعك اياك اياك ثم اياك اقطع الصلة بالخلق اجمعين مهما على نفودهم وخليك مع الله وحده لا شرك له هو الرازق هو الفتاح هو العليم هو القاهر فوق عباده وهو الرحمن الرحيم اللطيف بالعباد هذا اول بذ اول رقم بعد ذلك كنبدأوا بماتخاذ الاسباب يعطانا عقل اعطانا ارادة اعطانا قدرة فنستثمر هذا العطاء الالهي نخدم عقلي نخدم الايرادة الديالي نخدم المعرفة باش نقدر نصلح من احوالي ونرفع من مستوى معيشي لكن قد يكون هذه الوسائل التي عندي ضعيفة ومحدودة فمدى اصنع هنا سوف انتقل الى مسألة اخرى من غير العمل والتخطيط والبرمجة والاخذ بالاسباب هناك ترق باب رب الاسباب الاذكار 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 ايها الاحبام الكرام لا تستهينوا بها الاذكار الاذكار هي فيها فوائد كثيرة من غير انها انك تذكر رب العالمين وتاقد اجرا وتوابا عظيم هي ايضا فيها اسرار ربنا يفتح بها ابواب الخير كلها مثلا عندنا الذي عنده ورطة تشعر بانه محاصر من كل جانب شرى على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا نقوله كل وقت وحيد وتترى عجائب قدرة الله الذكر الذي قاله سيدنا يونس ابن متع رضي الله عليه السلام لما كان في بطن الحوت ونزل في الظلمات الثلاث ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة جوف البحر يعني هناك ظلام دامس وهل هناك من ورطة اكثر من هذه ان تكون قد غارقت في البحر والتقمك الحوت ونزل بك في القعر اللجي وفي جوف الظلام هل هناك امل في النجات ربنا يعلمنا بان ليس هناك موانع اياك ان تقول عندي موانع هناك فتوحات اذكر ذكر يونس وترى العجائب ما هو ذكر يونس عليه السلام قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اوله تهليل واوسطه تسبيح واخره اقرار بالدم ما دع به مكرم الا فرج الله عنه فنقول في دعائنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هذا دعاء عظيم هذا الدعاء ربنا جعل في خدام من الملائكة اذا سمعوا العبد او سمعوا الامة تقول هذا الدكر ربنا يبعث اليهم خدام من الملائكة يخدمونك اذا اعرف اناس صاروا يعيشون في نعيم وسببهم هذا الدكر حاجتهم مقضية فيما يحطي الدك يربح واللي اطلق معاك يربح واللي بغاك تجيت لعنده ورب عز وجل عاطه العزة وعاطه السودة وعاطه القوة وعاطه البركة من اين لك كل هذا من اتري هذا الدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا عز وجل الهم بها سيدنا يونس ان يقول هذا الدعاء وهو في بطن الحوت حتى ان صوته بدأ يصعب من اعماق بطن الحوت الى اعماق جوف البحر الى اعماق الليل الى السنوات العلا حتى وصل الى سدرة المنتهى فقالت الملائكة يا ربنا هذا صوت عبد لطالما ندك بالليل فربنا عز وجل بها به الملائكة قال هو في القعر اللجي وفي ادى الارض ووصل الى اعلى مراتب السماء ربنا عز وجل انجاه قال وانبتنا عليه شجرة من يقطين رب جاه واجعل شجرة تقوم فوقه فيها اليقطين فيها القرعة وقيل يسلوي واكل منها واستعملها مراهيم وشوفية وعفية ولما رجع الى قومه رب اسرع وادخل الامت في قلوبهم معتوا الى مئة الف او يزيدون وجدهم وصاروا مؤمنين ربنا عز وجل اكرما ليونس حتى لا يدخل معهم في العراق وفي الجلال رب جعلهم يسلمون ويؤمنون حاشك مقضية غسر حاشك مقضية بامر الله فكنت قلك للرشدة هذا الذكر خلي معك بحاجة السلاح قولي على الاقل ثلاث مرات في الصباح ثلاث مرات في المساء وكرريه وسترين بان جميع العكوسات ستزول وبان الفتوح السلام الله العظيم رب العرس الكريم ان يفرج عنك وعن اخوتك وعن العائلة جميعا اللهم فرج عنهم واسعدهم واكرمهم فضلا منك واكرم امين امين يا ربي يا كريم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله